السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد وسريع جدا تحديث جديد بتاريخ 17 لأداة روم FW كنا شارحين في آخر فيديو آخر تحديث رد اليوم نزل كمان تحديث يعني من أسبوع نزل تحديث واليوم نزل تحديث ضافوا على الأداة 127 جهاز جديد هترك لك الرابط تحميل بالوصف بتفكر ضغط الملف بفتح معك الملف بالشكل هات كنت بعمل في فيديو ونزل معي التحديث وأنا بعمل في فيديو بتفك الضغط وهذا الملف بتخليه عندك على الديسكتوب وبتفتح الأداة طبعا معلومة مهمة لازم تعمل حساب جديد تعمل حسابك الجديم راح راح تلاقي يوم مكتوب سبعة عشرة الفين وثلاثة وعشرين اليوم تمانية عشرة هذا الإصدار مبارح نزل وباشرة بتعمل وبفتح معك الأداة طبعا للآيفون نزل عدة خيارات اللي هي الأدوات اللي احنا استخدمناها الرام ديسك نيو ونزل خيار جديد هنا تقدر تشيك على حساب بشكل مجاني بتعمل هنا بتكتب حساب وبتشوف الجهاز كلين أو لا وهنا عندك كمان رابط جديد برضه بتفوت عليه هذا الرابط بتقدر تحمل أي سوفتوير لأي تليفون آيفون بتنزله من هون لآخر تحديد يعني بتقدر تنزل لفلاشة من الموقع هات وفيه كمان هنا آآ لفك الآي كلاود لكلين يعني إذا عندك حساب آي كلاود وبدك تفكه بشكل رسمي هنا من هذا الرابط بتفوت وهي الأسعار موجودة آآ لكل الأنواع الأجهزة وكل جهاز شو سعر فكه بتقدر تستخدم الخدمة من الموقع هون مباشرة زائد نضافه هنا على الكوالكم لو رحنا على الانلوك واخترنا هنا الصح على داتا لاود داتابيس وانتظرنا شوي صغيرة رح نلاقي هون الخيار اتفعل لما يتفعل تقدر تختار هنا انفينيكس أبو سامسونج فيبو مثلا أبو رح هنا يطلع عندك الأجهزة اللي شمالها بأبو وهكذا مع جميع الأجهزة هاي التحديثات هنا سبعتاشر موديل وأكثر وعندك البيبو وصار شوية إصلاحات في الأداء تقدر تشيك عليها وتفوت على الخيارات الموجودة بالأداء إن شاء الله إنه التحديث يكون ممتاز للجميع نراكم على خير إن شاء الله لا تنسى الله اشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته